قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم رئيس باير مينيخ قضية مزرع ويجب ان لا تتكرر مرة اخرى المنتخب الوطني المغربي يستعيد احد مصابيه قبل تصفية مونديالا 2026 مدارب الترجع تونسي فاجئ الجميع بهذا التصريح بعد هزيمته امام الوداد والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجع من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد الاخبار رئيس باير مينيخ قضية مزرع ويجب ان لا تتكرر مرة اخرى اكد رئيس نادي باير مينيخ هيربرت هاينز على ضرورة عدم السماح بيتكرر ما قام به الدولي المغربي نصير مزرع عقب دعمه للقضية الفلسطينية ووضح هاينز في تصريحات لصحفة المانية بخصوص نشر الدولي المغربي لمنشور يدعمه في فلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال امر كهذا يجب ان لا يتكرر مرة اخرى وبخصوص المحادثة التي اجرها مزرع مع الحارس الاسرائيلي دانيال بلتز في فوندقين بيت تركيا قال رئيس النادي البافاري لقد كانت محادثة جيدة ومفتوحة جلسنا معا وكان دانيال ومزراوي يفهمان بعضهما البعض وهذه اشارة مهمة يشار الى ان النادي البافاري لم يتخذ اي عقوبة في حق مزراوي على خلفية دعمه لفلسطين في الوقت الذي تشن فيه كل الاندية الالمانية هجوما على كل لاعبين الذين عبروا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من طرف العدوان الصهيونية المنتخب الوطني المغربي يستعيد احد مصابيه قبل تصفية مونديال 2026 استعاد المنتخب الوطني المغربي احد لاعبيه المصابين قبل موجاته ايرتيريا وطنزانيا المقررتين شهر نومبر القادم ضمن تصفية كأس العالم 2026 ويتعلق الامر باللاعب ادم سينة الظاهر الايصر لنادي اودينيز الايطالية حيث يتواجد على مقاعد بودلاء فريقي في مباراته ضد مونزا اليوم الاحد في الدورة الايطالية وغب ما سينة عن الملاعب منذ شهر غشة الماضي حين اصيب مع فريقه علما ان اللاعب المذكور يدخل ضمن خيارات الناخب الوطني وليد الاجراغي في ذلك الخصص الذي يعاني منه اصد الاطلس في مركز الظاهر الايصر مدرب الترجع التونسي يفاجئ الجميع بهذا التصريح بعد هزيمته امام الوداد قال طريق تابت مدرب الترجع الرياضي التونسي لكرة القدم انه يتمنى تكرار سيناريو تيبي مازينبي في مواجهة الوداد الرياضية الاربع المقبل في اياب دور نصف نهاية الدور الافريقية بملعب رادس بتونس وضف تابت في تصريح بعد نهاية المباراة ان فريقها تحسن ادأه في الشوط الثاني وصنحت له فرص التسجيل امام حارس الوداد الرياضي لكنها لم تترجم الى اهدف وقرى مدرب الترجع بصعوبة المباراة في مركب محمد الخامس متمنيا ان يتدارك فريقه الموقف في الاياب بالتأهل الى المباراة النهائية وخسر الترجع بهدف واحد سجله بوسفيان في الشوط الثاني من المباراة رئيس الاتحاد البرتغالي اعلن بكل فخر اننا على استعداد للتنظيم افضل نسخة للمونديال رفقة المغرب واسبانيو اكد رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القطن فرناندو غوميش ان البولدان الثلاثة سيكون لديها من الان وحتى يونيو المقبل الوقت اللازم لاعداد ملف الترشيح الرسمي واشار المتحدث الى ان بلاده اقترحت ثلاث ملعب لهذا الترشيح المشاركة معربا عن قناعتها بان مونديال 2030 سيكون مرجعا في هذا المجال واشدد على ان 2030 لن تكون سنة تاريخية فحسب بل طموحا تلاتيا سيحدد مستقبل كرة القدم العالمية مضيفا نحن نصب الى تنظيم كأس عالم استثنائية سيكون تأثيرها ملموسا على مستوى البنية التحتية لكل بلد وحسب السيد جوماش فان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم يشارف تاريخ كرة القدم معترفا في الوقت دهته بان المهم لن تكون سهلة لكن البلدان الثلاث لديها الامكانات اللازمة لرفع هذا التحدي واشدد فرناندو جوماش بالقول بان بلاده ستقدم ثلاث ملعب كما سيصبح هذا الحدث مرجعا في عالم تنظيم البطولات حيث يسد شغاف كبير بكرة القدم بين الجماهير البرتغالية والاسبانية والمغربية ولهذا السبب نعتقد ان جميع الظروف مواتية لتنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث الكوروي الكبير وجدد المسؤول البرتغالية تأكيد على ان هناك طموحا مشاركا يمتد لعقود عديدة ونحن نتطلع الى التحقيق النجاح في هذا التنظيم بنجاح بناء على التنوع التقافي والتاريخي الغني بين البلدان التي ستشارك في استضافة هذا الحدث الكوروي الكبير لماذا وظف القجاع ضد اصوات افريقيا واوروبا داخل الفيفا للحديث عن حصة المغرب من مبارية المونديال خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم السبت لتوقيع خطاب النوايا الرسمية للترشح للتنظيم مونديال 2030 بحضر رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم بيدرو روشا ونظره البرتغال فرناندو كوميش اكد رئيس الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم فوز القجاع ان الملفة التي ترشيح واحد يجمع ثلاثة بلدان وقارتين تمثلا 108 اصوات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وهذا هو المنطقة التي اتفقنا عليها وهو العامل الذي سيحرك عملنا مستقبلا حتى الوقت الذي سنجد فيها الصيغة النهائية للملعب والمباريات كلام القجاع حسب متتابعين كان دقيقا ولسا اعتباطيا حيث تحدث عن هذا الرقم والذي يعني عدد الاسوات التي حصل عليها الملف التولاتي ما يعني ان مبارية المونديال ستكون بالمناصفة بين القارتين الاوروبية والافريقية مما يرجح بقوة ان المغرب سيحتضر نصف مبارية كأس العالم بالاضافة الى ذلك فان القارة التي لها عدد اكبر من الاسوات داخل الفيفا هي المرشح الاقوى لاستضافة حفل نهائي كأس العالم وبالتالي فان ملعب الضار البيضاء سيكون المرشح الابرز لاحتضان نهائي وتقوم الصحافة الاسبانية حاليا بنشر تقرار يومية تضغط من خلالها من اجل استضافة بلادها لافتتاح ونهائي كأس العالم 2030 محاولة الانتقاص من الشركين الاخرين في الملف وكان القجاع قد اكد بان ملعب الضار البيضاء هو مشروع كبير كان ضمن البرامج المطروحة حيث يتم الاشتغال باشراف الملكي السامي ليكون معلمة رياضية عالمية للمغرب واضف القجاع خلال الندوة الصعفية للتقديم خطاب النوايا الى الفيفا بان هذا المشروع الكبير بفضل الاشراف الملكي السامي قد قطع اشواطا متقدمة وصل مراحله الاولى مضيفا بان الاشغال ستبدأ في نهاية السنة الجارية على ان يكون جهزا بعد سنتين وكان القجاع قد اكد بان ملعب الضار البيضاء هو مشروع كبير كان ضمن البرامج المطروحة حيث يتم الاشتغال باشراف الملكي السامي ليكون معلمة رياضية عالمية للمغرب واضف القجاع خلال الندوة الصعفية للتقديم خطاب النوايا الى الفيفا بان هذا المشروع الكبير بفضل الاشراف الملكي السامي قد قطع اشواطا متقدمة وصل مراحله الاولى مضيفا بان الاشغال ستبدأ في نهاية السنة الجارية على ان يكون جهزا بعد سنتين اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم رئيس باير مينيخ قضية مزرى ويجب ان لا تتكرر مرة اخرى المنتخب الوطني المغربي يستعيد احد مصابيه قبل تصفية مونديال 2026 مدارب الترجع تونسي فاجئ الجامع بهذا التصريح بعد هزيمته امام الوداد والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جامع الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار